اشتركوا في القناة القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه الأمر الملكي السامي بمنح وسامي تقدير الخدمة العسكرية من الدرجتين لعدد 87 ضابطا و 398 من الأفراد وبهذه المناسبة نقل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى الضباط الذين جرى ترقيتهم للرتب الأعلى وتكريمهم بالأوسمة تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حافظه الله وتمنياتهما لهم بدوام التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من التقدم والازهار خدمة للوطن تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه كما أصدر صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أمره بترقية 3621 تشمل الأفراد والمدنيين في مختلف الرتب والدرجات بقوة دفاع البحرين بهذه المناسبة وأصدر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين أمره بمنح نوط الكفاءة العسكرية من الدرجتين لعدد 105 ضباط ولعدد 762 من الأفراد كما أمر معاليه بمنح نوط الخدمة الطويلة من الدرجتين لعدد 26 ضابطا و141 من الأفراد وهنى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الضباط والأفراد والمدنيين بمناسبة ترفيعهم مباركا لهم ترقيتهم وتكريمهم بالأنواط داعيا أن تكون هذه الترقية حافزا لهم لبدل المزيد من العطاء في ميدان العمل لأداء واجبهم الوطني في الدفاع عن الوطن وتحقيق المزيد من التقدم والزهار لقوة دفاع البحرين متمنين لهم التوفيق والنجاح في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر